نريد منهم أن يترجموا كل أقوال الهيئة الإسلامية العليا وأحرار القدس يترجموها جيدا نريد منهم موقفا حقيقيا فعليا يغوص إلى الجوهر وجوهر المسكلة ولا يكتفون إطلاقا ببعض الكلمات المتواضعة والخجولة جدا هذا الموضوع لم يعد يكفي لحكومة إسرائيلية تلموتية فاشية ونصرية لهذا الحجم يقود هؤلاء الذين لا يستطيع المجتمع الإسرائيلي تحملهم مجموعة إتمار بن إجهير واسموت ريشت وبنتانياهو هؤلاء الحقيقة لديهم أجندات في مرتهى الخطورة تستوجب اجتماع فوري للنظام العربي المغيب يجتمع مثلا مزراء الحربية العرب وعندهم نظام لإسوء الدفاع العربي المشترك أين هذا الدفاع العربي المشترك؟ أين تضامن العربي المشترك؟ لماذا لا يجتمعون؟ لا نريد اعتمارات كنة ولا وزراء داخلية عادة إذا اجتمعوا وزراء الداخلية فلتعلم الشعوب العربية أنه مصيبة تتخلقها لأنهم هؤلاء وزراء التحقرات ضد الشعوب فالكتسمعوا وزراء الحربية أنه بنا يدافعون على خطوة الدلال وليشاهدوا ماذا يجري بحق عاصمة عربية وإسلامية للقس الشنف ليشاهدوا ذلك وإن كان نظرياً يجتمعوا نظرياً وفقط نظرياً ويشاهدوا الأركز في مسعرها للحفاظ على المصائل التي تآكلت بشكل خبير وخبير جداً